بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الله مصنع على محمد هذه القصة حدثت في مدينة أبهى هذا الشاب عمرها 21 سنة ويعني يتخرج ولا عندها وظيفة وكان أبوه يقول يا ولدي إذا صليت الفجر ادعي أن الله سبحانه وتعالى يفرج على يكونك إن شاء الله تلقى من يهيئ لك هذه الوظيفة فيقول خدت هذا الأمر بين إذا صليت الفجر وإلى الإشراق جيت وفطرت مع أبوي ووالدتي وطلعت خدت لي هالملفات ورحت للدواري الحكومية أقدم فيها أم أدخل على مدير شؤون مظافين أم أدخل على أحد هالناس اللي عندهم صلاحيا هم يوظفوني يقول سبحان الله وأمر على هاكا الإدارة وزارة حكومية يقول وادخل فيها يوم دخلت يقول وهيئر يا الله هاكا الرجان سبحان الله شافني صلح لأتوسم فيني الخير قلت والله أنا دور وظيفة وتراني اليوم ثمان ملفات اللي حاطهم عند الدواري الحكومية وأنت التاسع قال إن شاء الله تلقى بغيتك عندنا أثرا مساعد مدير شؤون مظافين يقولوا يوم قدمت له الملف ويكتب لي بعض الوراق ويوظفني بنظام الساعات عنده يقول بخدت أسبوعين لو راقي جاهزة وأمسك الوظيفة الوظيفة 2500 ريال أو 2600 ريال لكن الحمد وشكر الله يقول أول ما صدر قرار تعيني دقيت على أول ترى هذا من الفرحة نكتف رحبوك قلت يا أبو يا بشترك توظفت يقول سكر أبو يحط السماعة ولا أدريش سوى رفع الله يبشرك بالخير أثرا سجد سجود الشكر شف سبحان الله تعلقك بالله في صلاتك في عباتك في وظائفك هذا شيء بالله يا أخي موجود عندنا سبحان الله يقول وأنا أجي للوالد ولا الوالد شارينها ذبيحة أثرا ذبيحة التوظيفة يقول أنا والدتي وإخواني وواحد من جيراني يقولوا نقلت على هذا ذبيحة بناسبة توظيفة شكر لله سبحان الله يقول اشتغلت في الوظيفة يوم خدت لي شهرين ثلاثة مدير أهل مدير هذا اللي وظفني شعفني وتوسم فيني الخير من ضمن الأشياء يقول والله هو اللي يقول لي وأنا يوم أقول لكم هالكلام هذا ما هو تزكية للشخص ولا الشخص يزكي نفسه لكن نبي نعلم الشباب بعض الأمور البسيطة اللي يسويها ربما أنه تفتحه يقول شعفني أصلي الضحة حافظ على صلاة الضحة أنا الناس بعضهم يروح يفطروا يروح يجيبها له شيء أنا أروح أصلي الضحة طلع علي مرتين قال أنت ليش ما تزوج قلت يا عمي أنا 2500 ريال ووظيفة موقتة ولا الظروف الله يعلم فيها قال لا لا ما أبي منك بس الله جهز الشقة المهر جاهز كل شيء جاهز وانت شفه جهز عمرك إن كانك راغب في الزواج جهز عمرك وتعالي ما شاء الله قال الله يجزاك خير خير ويقول وروح أعلم أبي قال أبي هذا اللي خطبك وعارف رسك وعارف طريقتك هذا مقدرك هذا أنصر وهذا من أفعول الرجال أنك تتنومس في الرجال ترى على فكرة معروف معروف من عليك أنه يتنومس فيك أنك تأخذ بنته ولا أخته ترى معروف حتى لو ما أخدته يتكلم أبي قال لي توكل على الله يقولوا الروح وسلم على الرجال وانه أبي وتكلم بعه قال ادخل أذرها أخته مهي بنته قولها والله ما شاء الله تبارك الله البنت طيبة وشكلها طيب يقول وانا أوافك قال شف يا ولدي لا تكثر على نفسك المهر اللي تقدر عليك جبه أهم شيء أمن السكن لك ولا ها يقول وانا أدبر لي طال أمرك سبع تلاف مدر عشر تلاف يقول وادفعها يقول وادخل على المرة واروح ايه آسف ملكت يقول واروح اخذ لي شقة شوف شوف التوافيق وشون صارت واخذ لي شقة في حي بأربع عشر ألف اليوم دفعت ستة تلاف وستة تلاف بعت ستة شوف يقول وانزل طال أمرك ايه يوم شافني رعي يوم شافني رعي الشقة قال انت ما شاء الله تبارك الله وين تشتغل قلت تشتغل في هاك القطاع وشافني وشاف علي وسامة الخير وانكسار قال الله انا عندي مسجد باني وش رايك تسير فيه امام وكانك حافظ قلت انا حافظ عشر رجزاء فوق عشر رجزاء قال اش رايك تسير فيه امام وتاخذ السكن وبعطيك 2005 ماشاء الله قلت صد قلت صد قلت موافق يقول ويعطيني السكن ويعطيني 2500 ريال واصير امام في هذا المسجد يقول وادخل الحراج حراج خميس مشيت حنا الحراج حق الاثاث في خميس مشيت يقول يوم جيد خميس مشيت وقال لي هاكا ادينا فيها كنب ما عندك احسن منها انا بنقط والحراج يقول اذا رايي الكنب هذا ولا التاج اللي بلزله قال ان تشتفي في الكنب قلت والله انا توني معرس ودولي اطقم زينة وش لا توني معرس انا عندي شقة ابغير اثاثها وتعال شفها يمكن تجوزك كلها يقول لي اخ عبدالله يوم رحت لا الاثاث ما اكمل ستة شهورة سبع شهور والله يعني ما ديش يقول واشتريه من بالتقصيد كل شهور ثمانمائة ريال واخذ الاثاث ورتب شقة حقتها المسجد والله لو تقول لي بتفصل هذه ممكن قيمته ستين وسبعين الف ريال بمكيفاتها بكل شي يقول وتجي نالبر وادخل عليها وتجي جاية السعد وتصير محفظة قرآن في المسجد لنساء الحي ويطنها الف وخمسمائة ريال وانا الفين وخمسمائة ريال بلغير راتب راتب حق البسجد وراتب حق الهي يقول سبحان الله وتجي وظيفة ترسيم لي في وزارة الشؤول الإسلامية أنا كنت في قطاع ديني أول والحين رحت الشؤول الإسلامية والوظيفة بسبعة الاف وخمسمائة ريال بعد الزواج بستة شهور أو سبعة شهور يقول سبحان الله ويصير راتبي وراتب زوج في حدود العشرة الاف ريال يقول الحمد والشكر الله والأمر يقول يقول لهم خدتوا في شركة تبيع شقة قبل تبليك واشتري لك هايك الشقة بمئة وثمانين الف ريال تقصيد ثلاث الاف شهري يقول والله وأجرها وتدخل عليه يقول والحمد والشكر الله يا أخي عبدالله والله العظيم وتقول لي أنك بعد شهر وتزوج وتسكر في شقة وصيراتك هالكثر والله فلا أصدق لكن والله حسن طن في الله وعبادة الله وطعت الوالديني كانت سبب كبير جدا في أن يقول فمن هذا المنبر يا أخوان الشباب اللي يقول أنا ما أقدر أتزوج أنا لازم أجهز المرز المهر أنا لازم أجري إيش لا تصعب الأمور حري على الله ثلاثة أنه يساعدهم ذكر منهم أناك حريد العفاف أنتم تشرفون يا أخوان على الملهيات وشهوات اعف نفسك والله الذي لا إله أن يسرها ربك وأن تتيسر أنا أذكر أبوي يقول يا أولدي اللي بيبني بيت واللي بيتزوج والله أن الله يساعده ما تدري شلون الله يسدد ديونك وعينك وكل هالموجودين من الأجاويد الحاضرين كل واحد منهم مر بيتجربة في زواجه وفي بناء بيته يعلم الله أنهم لو تشهدهم كل واحد يقول مدري كيف سددت أقصاط البيت وهذا يقول مدري شلون سددت مهر المر ابد وتوكل على الله وأنه النية الطيبة أنك تعف نفسك وأنك تحفظ على نفسك وأنك تجيب من يرث الأرض بعدك ويدعو لك يا أخوان في ناس تزوج عمرهم 35 سنة يوم جاء ولده ضعك صدره وتنده منها ما تزوج عمره 22 سنة تخيل تزوج عمرك 20 يجي ولدك عمر 10 ونت عمرك 30 تمشي معي يقول الأخوان لا تفوت هذه النعمة لا تفوت هذا العطاء من ربك سبحانه وتعالى والأمور ميسرة جميل الحمد للشكر الله في قرد من البنك وفي مساعدات تجيك والناس حولك والله ما يخلونك وانت إذا ردت وريتك سليم أنك تعف نفسك والله بحينك ربي فمن هذا المنبر أنا أشوف كثير من عزوف الشباب عن الزواج وصلوا الثلاثين والخمس والثلاثين ويقول أنا وأنا يا رجل الكافيات اللي أنت تدفعها في محلة الكافيات يخي وفرها بتزوجها أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بما نقول بجزاكم الله أن يكون الخير